دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم والثمانة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليند تفضل يا ليند شكرا جمعنا الثمانة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ذكر بيان رسمية عن رئاسة الجمهورية أن رئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالي وأن هناك متابعة شخصية من قبل استيادته لأراء وملاحظات المواطنين بشأن الطريق وأشر البيان أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويدها بالخدمات والإرشادات المررية اللازمة لتنظيم حركة السيارات وقد أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس سيسي وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوية وقال المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع خلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة في ساحة معركة متغيرة هذا وتشمل هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقذفات الصواريخ الأمريكية من طراز هاي مارس التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة أكد مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن هناك قدرا جيدا من النجاح لدى القوات الأوكرانية مع استخدامها الأنظمة الصاروخية المتطورة في استهداف المراكز القيادية الروسية وأضف المسؤول أن القوات الأوكرانية استخدمت أنظمة صاروخية سريعة تتنقل في استهداف مواقع الروسية في المعارك في أقليم دونباس بشرق أوكرانيا مؤشرا إلى أنه نظرا لدقة هذا النظام وطول مدىه فإن القوات الأوكرانية صارت قادرة على الاختيار بعناية للأهداف التي من شأنها إنهاء التفوق الروسي باستخدام أنظمة دفاعية ذات مدى أقصر قال الجيش الأوكراني إن القوات المسلحة الروسية تقوم بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثوبان في البحر الأسود التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي بعد انسحابه وأوضح قائد الجيش الأوكراني فالاري زالوجني أن القوات الروسية نفذت مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فسفورية على جزيرة الثوبان متهما موسكو بعد احترام التصرخات التي أدلت بها كان الجيش الروسي أعلن انسحابه من هذه الجزيرة الاستراتيجية في بادرة حسنية بعدما أتم الأهداف المحددة أكد الرئيس التونسي قاس سعيد ضرورة أن يكون كافة المسؤولين على قدر المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس حتى يعبر المواطنون عن إرادتهم بكل حرية في الاستفتاء على الدستور المقرر يوم الخامس والعشرين من يوليو الجهري جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن حيث طلع الرئيس التونسي على الاستعدادات للاجتماع الدوري للولاة كما تم التطرق إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبحث الحلول العجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة الصعوبات التي تعترضها سجلت الصين 268 إصابة جديدة بفارس كورونا منها 72 إصابة مصخوبة بأعراض و196 بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية أن العاصمة بيكين ومدينة شانجهاي لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصخوبة بأعراض أو أي حالات بلا أعراض وسجلت الصين حتى الآن 225 747 إصابة بفارس كورونا مصخوبة بأعراض ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226 حالة أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 544 مليون وتسعمائة وعشرة آلاف نسماء أصيبوا بفارس كورونا على مستوى العالم وكشفت الإحصاءات أن العدد الإجمالي للوفيات الناتج عن الفارس وصل إلى 6 ملايين و746 ألفا وستمائة 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 وثلاثين حالة هذا وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات والإصابات ثلتها الهند نهاية مجزة ثمنا ناول استكمال الباقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل